- أه! السلام عليكم مراجعنا لكم في حلقة جديدة واطباعات وان بيس حلقة 29 بعد بعدPOZheroX لغايةyczن برعاية كون شيرون طابعا اللايف ريكشن ستلقانه في موابع الوصف وأم على حسابنا في الانستغرام في ال اي جي تي بي لذلك خلونا نبدأ طبعا احنا وقفنا في الحلقة اللي فاتت على تعليقه صراحة شوي صعبة لما هازم اوتي كومراسكي وكاد يقضي عليها بين انيابه وظهور بيقمم طبعا برضه في الحلقة اللي فاتت وفقدت الذاكرة فتبدأ الحلقة هذي برضه باستكمال الهجوم اوتي على كومراسكي الحلقة هذي صراحة تحريك للأحداث بشكل غريب يعني الى اتجاه مغاير للي كنت اتوقعه تماما مفاجئة غير طبيعية محاور الحلقة هذي كان هو ادارة كيف اقول لكم اللانظام ادارة الغوغاء ادارة يعني كل من ايده ايله كلين قاعد يتصرف بقدر ما لديه لانه خلاص فقد النظام في الموضوع كوشيرو صاحب شعر الازرق اللي هو رئيس العصابات الخاص بارتشي كان يراقب بصمت وبابتسامة غريبة كان يكمل شرابه بهدوء وانا الشخصية هذي كنت متوقع له شيء يعني في الحدث لما سقطت كوميروساكي من انياب اروتشي بسبب المعمعة اللي سوتها نامي وشينوبو في العلية طبعا في موقف كوميديه في الحلقة عندنا بروك عندنا تشوبار عندنا نامي وشينوبو نامي وشينوبو انا لاني مش متقبل شينوبو ممكن ما تقبلت موقف الكوميدي حقها لكن اترى موقف كوميدي بكل ما تعنيه الكلمة واحد من النينجا اسمه هانزو وممكن هذا اغضبني في الانطباع المباشر لانا عندي تقدير لأسطورة هانزو هاتوري المشهورة في عالم النينجا سواء كانت أسطورة خرفية ام حقيقية انا اقدر الشخصية هذي فانا يجبون لي من نينجا شوغن وبالشكل هذا شوي اغضبني واجه شينوبو لما قال شينوبو قتلة الرجال وقعد يتخيل انها راح تقتل الرجال بمفاتنها صدم بالشكل اللي هو شافه قدامها وعطتها ضربة قاصفة لمناطقها الرجولية فقالتنا ما هذا قصدهم بشينوبو قتلة الرجال يعني ذوبة العلية سقطت في موقع الحدث سقطت أحجار على رأس أورتشي أغمي عليه الغماء بسيط وقلت هنا أوكي يعني عذاقل سووا شي يقدرون يعني مهما فقدت الأمل في موقفها موجود فيه نامي شينوبو بروك وروبن أربعة موجدين يعني شنوب ما يقدرون يسوون لانقاذ كماساكي لابد وكماساكي دخولها الجد والقوي على أورتشي خلاني أحس أنه لا البنت وراها شي يعني هالثقة دي مجات من فراغ لانقاذ أوتوكو طبعا أوتوكو من الجانب الآخر آنا ممتعد من وجودها لأن كل المصائب هذا مسؤوليته بسبب حالتها الهيستيرية بس هي ما لها دم تظهر طفلة مريضة ما لها دم بس كيف اجتماع زي هذا خطير يجيبوا معاكم طفلة مريضة زي أوتوكو يعني تحملونها مسؤولية وذنب إيه مش قد ما فيه تخطيط غباء مطلق أوتوكو تطلب من روبنها تنقذ كوميرا ساكي قالت لا روبنها مبعفة أنقذك أنت من المصيبة أنت قاعدة تسوينا بسبب ضعكك الحين يعني خلينا نركز على المصيبة هذه لما حاولت النينجا روبن وهي ممسكة بأورتوكو يجي المنقذ دائما سواء بكوميديته بجديته بأساليبه بوجوده بوك المنقذ يعني يستحق لقب المنقذ وبجدارة صراحة أنقذهم في الموقف بالرعب اللي سواه للنينجا طبعا بعد مطاردة اكتشف النينجا أنا مو بقعد يسوي شيء غير ما عنده شيء يسويه فهنا انقطع حبل الرعب اللي يمسويه بروك فهنا أقول لك يعني حتى هنا وبرتب الانطباع الصحف لأنه صارت حالة غوغاء في الحلقة مستحيلة رتبها موقف موقف أو مشهد مشهد لازم أنا أتنقل أيضا في نفس الوقت تحرك كوشيرو باتجاركم من رسكي وقال لأنتي عارفة شويته وواجه مصيرك بموقف فخم منه قضى عليها وأعدمها وقال لها روشي اللي كوشيرو ليش سويت هالشي ليش أعدمتها قال له أعطيتها رحمة السمراي إيه خالفت رتكبت جريمة مخالفة وقال لابد من هالشي تصرف حازم في وقته أنت ما أقدر أوقفك مع أن الكل يطالب كوشيرو أن يوقف أورتشي أنت ما أقدر أوقفك خلاص أنت الشوقل النينجا ما قدروا يسوون شيء السمراي ما قدروا يسوون شيء الحل هو إعدام الخائنة طبعا بغض النظر هالكوشيرو مع الجانب الخطأ أو الصحيح هالكوشيرو شريرو إلا لا الموقف اللي سواه موقف رائع منك سمراي أن أنا تصرفت خلاص أنا تصرفت وبي حزم لكن لما أعدمها هنا أول شيء يكشف ورقة من الأوراق اللي هي خاصة بالجيش الثوري أو الإنقلابي داخل وانو موجودة وياها مسلمة لها وهذا يثبت كل توقعاتنا أنها فعلا من الكيوزاكي وأنها أخذ مذنما أنا متوقع أنها أخذ بومونسكي هذا يأكدها الشيء احتفاظها بالورقة هالي لكن هنا مصيبة أن الورقة هالي كوشيفة تدعين الكوشيرو الزعيم اليكوزا يعني الوضع مصيبة هل يستطيع من تفسير الرموز أم لا هذا شيء آخر لكن كشفت ورقة من أوراقهم لزعيم اليكوزا في نفس الوقت اللي كشفت ورقة من أوراقهم لزعيم اليكوزا تمكشوفها ورقة من أوراق أورتشي اللي هي البونيغليف لي بوك كيف بيأخذ منها صورة كيف بيسلمها الروبن أنا معدي أنا دخل بنطاق الروح يعني ما دخل بجسمه الحقيقي لعساس أنه نقول أنا استخدم نفس الورقة للطباعة بس يعني أنتو كشفتوا ورقة وهم كشفوا ورقة نامي استخدامها الزوس على أورتشي وصعقة وهو كل من في الغرفة كان شيء غير طبيعي كان شيء مراقوي وكان يعني رفع السمم عندي لو لأنكم أربعتكم ما قدرتوا على أورتشي وما قدرتوا على كشير وشوية نينجا سخفين بهدلوكم بهدل هذه كلها هذه كلها أسقطت السمكم كطاقم لوفي عندي طاقم أنا أراهن عليه الكاتب هل كان غرضك من هذا الكوميديا؟ هل كان غرضك هذا أنك يعني تشتتني؟ هل كان غرضك من هذا أنك تخليني لأفع أمالي لتصدمني في الأخير؟ أي أن كان غرضك أنت نجحت فيه لكن قللت أسهم طاقم لوفي يعني صعب أني أطلع الحين في البثوث ولا في شيء وراهن عليهم أكثر أنا كنت مراعا على نامي إنه كانت تقدر تسوي شيء كثير في حدث البيك مام ولازلت أستطيع المراهن عليها أقبل لي زوتها مع أورتشي أستطيع المراهن عليها لكن لماذا لا تستطيع تسوي شيء في اللحظة الحاسمة؟ كيف أراهن عليها؟ وما سوت شيء في اللحظة الحاسمة؟ هذا المصيبة بالنسبة لي أراهن أم لا أراهن عليها؟ لكن استخدامها لزو السلاح وتطوير خيالي كنت أنسئل كثير قبل حدث البيك مام هل سيمر طاقم لوفي بمحالة تدريب مثل السنتين لتطويرهم للتعامل مع اليونكو في المستقبل؟ قلت لا لن يتم هذا الشيء بل سيمرون في تجارب هي اللي تطور قدراتهم خذوا أساسيات مهمة يمرون في تجارب هي تطور قدراتهم بالطوير مع القتال والتجارب أسرم مثلاً طور هكي في إنقاذ لوفي من الدوس روزا لما سوزي هكي التنبؤ وأنقذها من شجر عندنا نامي بويضات الطقس هذه اللي تعلمتها في جزيرة السماء أو الجزيرة العائمة في السماء قدرت تسيطر على زوس ولما قدرت تسيطر على زوس في حدث البيك مام هذا الأول تطور ثاني تطورنا خذت زوس الحين واستخدمتها ضد أورتشي فهم قاعدين يطورون بالمرحلة لا يحتاجون تطور التدريب هذا شيء يأكد نظريتي لن تموم مرحلة التدريب ثانية سيتطورون بالمرحلة هم خذوا أساسيات الأساسيات هذه لازم يجربونها في معركة لكي يتأكدوا من فاعليتها ما كان في خصم يستحق تجربة الأساسيات هذه والكاتب قاعد يخرج الخصوم لكن كنت أتمنى أن نامي طبعنا استخدامها الزوس لمجرد الاستعراض لأنها تستخدمها في إنقاذ كوماساكي لأول مرة من كوتشي رو أو من أورتشي لكن الكاتب له هدف بأن يجعل كوماساكي يقضي على كوماساكي بهذه الطريقة شن هي دماء كوماساكي هالي شي اللي بتحركه في الحدث دماء كوماساكي هالي شي اللي بتغيره هل ماتت كوماساكي فعلا ولا لا لما فضني أراهم سبعين بالمئة إلى ثمين بالمئة انها ماتت وأنا ستكون دماء الفتاة التي ستشعل النار في وهنه لولا ما عرفت فيك يا أودا أنك لن تفعل ذلك فأنت تلافى إيجاد الدماء شفتها في دول سوزا شفتها معك في حدث البقمام وألحم بترينيها أكثر أنت لن تضحي بشخصيات جانبية زي كذا أنت يتضحي بالكبير يمضحي نهائيا فأنا واذق أن كوماساكي ما ماتت هارب طاقم لوفي من موقع الأحداث هذا كله روبن وبروك ونامي هربوا الحين ننتقل إلى مرة حالة أخرى لوفي في السجن لوفي لا زال يعطي الرجل العجوز بطاقات الطعام الرجل العجوز يعني بيرد الجميل بطريقة رائعة بس شنهي ما أدري الرجل هذا التركيز عليه غير طبيعي بعدين يجيب لي واحد كأنه نينجا يراقب الرجل العجوز هذا طبعا ما كان ريزاه لا ما كان ريزاه كان واضح أنه ما كان ريزاه من هذا الذي يراقب العجوز وكأنه من النينجا وكانت صراحة نظراته مخيفة مخيفة جدا لوفي في هذه اللحظة يستغرب من عدم وجود يستسكد ليش ما جب أدري بعدين يقول لك يستسكد هرب من زنزانته وحطين لك ريشة في الزنزانة هل لصاحب المنقار اللي شفناه أول ما دخل له في السجن اللي عطوه يأكل سمكة واتفالها بمنقارة دخل في هرب يستسكد هذا السجين الخطير اللي قال انه يقدر يقتلك حتى بشوك السمك يقدر يوديك في داهية هل له يد في هرب يستسكد ليش حطوا الريشة هنا أم هل صاروا اعتداء بين يستسكد وهذا السجين وإذا كان ما كان كيف دخل إلى زنزانة يستسكد وهل فعلا هرب يستسكد أم لا هذا كله يثير ضجة يعني عندنا لوفي وعندنا الشاي وعندنا النينجا اللي راقب غير ريزة اللي حاول يجل مفتح لينقارد لوفي غير كريبو اللي قاعد يتملق للهرب عندنا اختفاء يستسكد الموضوع ما محقت داخل السجن وما نشوف من السجن إلا لمحات وكأن الموضوع ما كان كافي للأخبطة اللي صايرة في الحدث يأتي الأطفال اللي يدلوا بدلوهم شبه مومنسكي وتاما عندهم مرأة بعقل طفلة من قبل فوق كذا فقدت الذاكرة لما كان دايما يضرب مثل في الروايات يقول لك طفل مع مسئولية أكبر منه أو قوة أكبر منه مصيبة هزو العالم فالبيك موم كانت مرأة بعقل طفل وعندها قوة أكبر منها كيونكو وقدرتها الخاصة ووجيش مدمر وشوش كانت مساوية فوق كذا الحين هي مرأة بعقل طفل ما تديش القوة اللي عندها وفقد الذاكرة فاجتما عندي أربع أطفال معاهم فتاة أم رجل ما أدي والله شنه أهو وشنه اللي يبيه هل هو رجال ولا بنت هاذا لكن مو بقعد يدلبي دلوة مجرد ديكور محطور يقرر هؤلاء الأربعة التذهاب إلى السجن لينقادلوا فيه كيف والله تاما ومومونسكي قالوا والله خنقص عليها لينو هذي منها فقد الذاكرة نقذها إلى لوفي اللي تنقذه من القلعة شو برخايف بعدين وافق أطفال شو أقول لكم بل بقول لكم أنه قد لو قابلت لوفي حقدها يتفوق على فقدانها للذاكرة وتستعيد ذاكرتها وتأخذون انتهى والصياد للطريدة مهو نقصكو أم قد أنه يستفيد لوفي من العشوائية اللي بتتويها اللينو أو البيقما من الحين في الهجوم على السجن للهرب قد يكون هذا هو الوسيلة الوحيدة ترى إن الكاتب لما سجن لوفي ما عنده وسيلة يخرجها لها الطريقة لكن الموضوع فيه مصيبة بما يكفي ما يحتمل أكثر يعني أنا راهنك لو لو موجود بيصير أقرع مثلي ما هيستحمل انتو طاقم يمشي بعشوائية جيم بوجوده بهالحدث مهم توزيع الأدوار لازم الطاقم يعرف وين رايحين وين جايين وش بيصوون روبن تسألو لك إلى قصر الشوقن بدون باك هب توينا لنفسك هذي مصيبة وإن الباك هب اللي كانوا موجودين معاك همنامي وبروك وشينوبو اللي ما عندهم سالفة طبعا هذا موش دام بروبن هم يلي جوم لكن انت نفسك ما شفت لك استعراض قوة جبار 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 معنا شفت وراء استعراض قوة خفيف لكن مو بالجبار فالأخير كلما حتى انقاذ الطفلة أوتوكو كان بسبب كوماساكي وبنت تدخلت بعدين لتهميبها انقاذ كوماساكي كان الأول ما بسبب نامي بعدين جاكوشي وقضى عليها وبنونامي ما سوى شيء حلقة تثير الغيظ والتساؤلات أكثر من غيرها من الأمور لكن صراحة أشكر الكاتب على وضع بعض الأمور الكوميدية خرجه برك ويقول هذا الحالة هذا الحالة أطفأ غضبي في الحلقة قد تشوفون باقي ياتفت الطاقة معي يتفعلون مع المشاهد الكوميدية أكثر مني ممكن لأنهم يعرفون القصة اللي قاعدة تصير أنا لأني أنا ضايع في القصة ومتشوق وبيفهم كل كلمة تنقال وبيفهم كل حركة تصير أتغاضع عن الكوميدية أنا متى يمكن أضحك مع المواقف الكوميدية لما أجي أشوف الموقف في المرة الثانية أو الثالثة أنا أول مرة أشوف الموقف أشوفها سخيف مو بوقتك أنا مبنى ما أبيك الحين بعدين بعدين أرجعلك بس أذكر أن الحلقة هذه صار فيها شيء كوميدية لما أحب أضحك بجي أشوفها لكن طالما أنا متعلق يعني لما أتابع على فيلم كوميدي مسلسل كوميدي أو مسوحية كوميديية لازم أشوفه أول مرة عشان أفهم القصة ثاني مرة عشان أفهم الشخصيات ثلاث مرة أبدأ أضحك فأنا الحين من الحلقة هذه كوني ضحكت مع ما تشهد ظهور بروك بالطريقة هذه لأن أنا فهمت منهم منين جا هذول وشنو أقصى ممكن شي يسوونه وفهمت شنو ناري يسوي بروك أنه يخوفهم أول مرة أسواها ثاني مرة أسواها أضحك ثالث مرة أسواها الآن بدأت أضحك لكن شي نوبو مبقادر أبلع هيونامي موقف تشوبة ومومونسكي وأوتاما مع البيقما المفوض أن هذه المشهد يجعلني أنفجر ضحكاً خاصة تحبها للفصولية الحامرة هذه استخدامهم للفصولية الحامرة في اليابان لما رحت اليابان في أنواع معينة من الفصولية تهرس مثل ما نحن نهرس مثلاً والسوداني واللوترس والفستق ونصنع منه عجينة للحلويات أو مكون يوضع في الحساء والمواق وما إلى ذلك هم أيضاً يستخدمونها مع الفصولية بشتى أنواعها فيه فصولة حامرة وفيه عندهم فصولة سودا وعندهم أعتقد نوع من أنواع الفصولية الصفا تعجن بطريقة معينة وهي حلوة بذاتها وتصنع منها شتى أنواع الأطعمة يعني ما رأى أكلنا حلوة في اليابان لو لم أخبروا الشباب اللي معي أن حشوة العجينة هذه فصولية ما كانوا عرفوا وليتني ما قلت لهم يعني أنا ببدأوا مستمتعين وقلت لهم ما كلوها مرة ثالث طول ما إحنا في اليابان فالبيقما بالحين انتقلت من تجربة الحلويات الفرنسية إلى الحلويات اليابانية وعجبت فيها وأرغوها بوجودها في السجن كان موض المجهد هذي يكون مضحك ومشوق لكن لأنها مفاهم شي اللي راح يصير وإلى أين ستتجه هذه الخطة ما قدرت تضحك على الموقف أعلمون ضد الحلقة الجاية الحلقة هذي كذي اللي سوتها كأنها أرمتنا في شبكة فخ لما تشون طريدة وقعت في شبكة وقعدت قاوم فأنا لا أعلم الشبكة هذي اللي وفعتني عن الأسود هل ستنقذني أم ستخنقني أكثر لصياد آخر فأنا الكاتب أضعني في شبكة محيرة ما أقدر أتوقع فيها ما أقدر أقول فيها شي غير إنها كانت حلقة ممتعة صراحة وإخراج الدماء لما سواه كوشيو سوا قطع الرحمة لكومراسكي كان أخراج رائع وقوف كوشيو والهالة اللي ظهرت حولها كان أخراج رائع كان طريقة كلام كوشيو كان تصرف رائع يعني صراحة وضعت الهيبة حول كوشيو أكثر كل مان هم يضعون الهيبة حوله ولا زلت مران أنه بيكون من الشخصيات الفخمة في الحدث لكن أنا أقول هذا كوشيو الحال وما أقدر يسوه الله شي فما بالك بالوحوش الأخرين في جيش الشوقن أو جيش كايدو ننتظر الحلقات الجاية زي ما قلت لك كل ما تكلمت راح أظهر لك حيارتي أكثر من أظهر لك تحليلي لأن الحلقة مضيعتني صراحة ننتظر الحلقات الجاية وسامحونا إذا كان في مشكلة صوت أو تصوير الحين أو في اللايب مشكلة وتنهى إن شاء الله قريبا وأيضا قبل لا أقول لكم الختامية المعهودة قريبا سنفعل زر الدعم أو الانضمام للقناة اللي هو جوين أو دعم القناة فكثير من المتابعين في اليوتيوب كانوا يقولون كيف نقدر ندعمكم في اليوتيوب بنتو كل شيء باتريون وتويتش اليوتيوب ما في دعم الآن هذه الميزة متاحة فتجنب زر الاشتراك وسوف تلقي زر اسمه انضم أو ادعم أو جوين فعلا يعني عندك ثلاثة هزالة تفعلها الجرس الاشتراك وزر الدعم إذا كنت حاب قريبا سنطرح لكم المزايا اللي ستحصلون عليها من الزر هذا ابدأوا من الآن وفي النهاية قولوا معي سبحانك الله ما بحمدك أشهد ولا إله إلا أنت أستغفرك و أعطب إليك اشتركوا في القناة لايك وشيء ونشوفكم على خير موسيقى 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 موسيقى